السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء طلاب الشهادة الاعدادية اهلا ومرحبا بكم. يا رب تكونوا بخير. في حلقة النهاردة هنحل امتحان محافظة شمال سيناء. سنة عشرين اتنين وعشرين. امتحان بتاع السنة دي. هنشوف الامتحان جالهم ازاي علشان نستفاد منه. التعبير في التعبير الوظيفي جالهم لافتة عن اداب الطريق. والتعبير الابداعي جالهم موضوعين تعبير الماء والاخلاق. هتختار موضوع وتكتب فيه. السؤال اللي بعد كده من القراءة من موضوع قصة اثر. بنيت قلعة قايد باي مكان منار الاسكندرية القديم. ولانها تعد من اهم القلاع على ساحل البحر الابيض المتوسط. فقد اهتم بها سلاطين وحكام مصر على مر العصور. معنى تعد. تعد من اهم القلاع. تعد يعني تعتبر. تعتبر من اهم القلاع على ساحل البحر الابيض المتوسط. مفرد حكام حاكم حكيم حكومة. مفرد حكام حاكم. با اكمل ما يأتي. بنيت قلعة قايد باي مكان هنلاقي الاجابة موجودة في القطعة مكان منار الاسكندرية القديم. السؤال التاني في اكمل. اهتم سلاطين وحكام مصر بقلعة قايد باي. ليه? برضو الاجابة موجودة في القطعة لانها من اهم القلاع على ساحل البحر الابيض المتوسط. السؤال اللي بعد كده جيم ما الاهمية الاثرية والسياحية لقلعة قايد باي? الاجابة ان القلعة قايد باي مكانة سياحية كمنطقة اثرية لان يأتي اليها السياحة من مختلف بلدان العالم لزيارتها مما يساعد على تحسين الاقتصاد. السؤال اللي بعد كده من قصة طموح جارية. الف اصبحت شجرة الضر جارية تباع وتشترى بعد ان الاجابة ان شجرة الضر اصبحت جارية بعد ان مزك التطار شمل قومها وقضوا على سلطانهم. باي تخير الاجابة الصحيحة. من يحكم مصر يستطيع ان يفعل الكثير لان مصر قوة هائلة بشعبها وجيشها بارضها ومالها بتاريخها وحضارتها. مصر قوة هائلة بشعبها وجيشها. السؤال اللي بعد كده برضو من القصة اتنين. وثقت شجرة الضر علاقة زوجها بقومها. من قومها الايوبيين المصريين الخوارزمية? طبعا قومها الخوارزمية اللي وثقت علاقة زوجها بيهم. جيم على ما اتفق الامراء الكاملية والسخطون على العادل وحاشيته. اللي كانوا ضد العادل. اتفقوا على ايه? اتفقوا على خلع العادل والقبض عليه وارسال بعض الامراء والكبراء الى نجم الدين يحث هناه على الاصراع بدخول مصر. السؤال اللي بعد كده من القراءة المتحررة برضو بنقرأ القطعة كويس جدا ونجاوب الاسئلة اللي عليها. الف اكمل معنى النبوغ النبوغ بمعنى التفوق. مفرد الاوسمة الوسام. با تخير الاجابة الصحيحة لما يأتي مما بين القوسين. واحد عرفت عائشة عبدالرحمن بي بنت الشاطئ بحثة البادية رائضة المرأة. الاجابة موجودة في القطعة عائشة عبدالرحمن المعروفة ببنت الشاطئ. اتنين عملت عائشة عبدالرحمن مديرة مدرسة استاذة جامعية علمت زرة موجودة برضو في القطعة انها عملت استاذة جامعية. جيم ما الدليل على خلود ذكرى عائشة عبدالرحمن وعظمتها. الدليل ان لها مؤلفات تشهد على عظماتها وانها نالت العديد من الجوائز والاوسمة المحلية والعالمية. السؤال اللي بعد كده من النصوص والنصوص الاجباري وجي لهم نص عباد الرحمن. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. الف تخير الاجابة الصحيحة. واحد معنى هونا. زلا وهوانا. سكينة ووقار خوفا ورعبا. هونا يعني بسكينة ووقار ويقصد بها تواضع. اتنين العلاقة ما بين سجدا وقياما. اللي اتنين عكس بها عديب العلاقة بينهما تراضف ترتيب تضاد. العلاقة بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. با واحد ما صفات عباد الرحمن التي وردت في الاية الكريمة? اول صفة يمشون على الارض هونا يبقى نقول له اول صفة التواضع. تاني صفة اذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة يبقى نقول الصبر على الازى. واذا خطبهم الجاهلون يقولون قولا يسلمون فيه من الاسم والازى. الصفة اللي بعد كده قيام الليل الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. رقم اتنين في با كيف يبيت عباد الرحمن ليلهم لربهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. جيم وضح الجمال في قوله تعالى يمشون على الارض هون? ده تعبير جميل يدل على تواضع عباد الرحمن والفعل المدارع يدل على التجدد والاستمرار. دال كيف يصبح المجتمع لو اتصف جميع افراده بصفة التواضع ينتشر ويسود المحبة بين الناس ويتقدم الفرد ويتقدم المجتمع? السؤال اللي بعد كده برضو من النصوص النصوص الاختياري بيجي لنا نصين بنختار منهم واحد. السؤال الاول من نص كن جميلا ايو هذا الشاكي وما بك داءو? كيف تاخدو اذا غضوت عليلة? يعني ايه عليلة? عليلا يعني مريضا. اتنين مضاد الرحيل تتوقع قبل الرحيل الرحيلة. الرحيل اللي هو الموت. يبقى عكس الرحيل ممكن نقول الحياة او الاقامة او الاستقرار او البقاء. السؤال اللي بعد كده با واحد. ماذا يستنكر الشاعر على الشاكي كما تفهم من البيت الاول? يستنكر عليه الشكوى بدون سبب. الشكوى وما به مرض. ويسأله كيف تصبح اذا اصبحت مريضا وانت الان تشتكي بدون سبب. اتنين من شر الجناه في الارض? شر الجناه في الارض المتشائمون. الانسان الذي يخاف من الموت قبل مجيء. ومن صفات شر الجناه ايضا الذي يرى مصاعب الحياة فقط ولا يرى الجمال في الحياة. لا يرى الجمال في داخلي فهو لا يرى الجمال من حوله في الحياة. ولا يرى جمال الوردة ويرى فقط الشوك. السؤال اللي بعد كده جيم. ما الجمال في قول الشاعر ترى فوقها الندى اكليلة. الندى تاج. ده تعبير جميل بيشبه قطرات الندى بالتاج. وبرضو اسلوب التوكيد بتقديم الظرف. دال ما النصيحة التي تقدمها لانسان يائس لا يرى في الكون شيئا جميلا. انصحه بالتفاؤل وان يرى الجمال في داخله اولا لكي يتمتع بالجمال من حوله. وانصحه بان يستمتع بكل ما هو جميل ولا يخف من زواله حتى يزول. السؤال اللي بعد كده السؤال التاني من نص ايات العلم. ربوا بنيكم علموهم هزبوا فتياتكم. فالعلم خير قوامي. السؤال الاول الف اكمل. واحد ما المقصود بقوام? قوام المقصود بيها اساس وعماد. بيقول ان العلم افضل اساس. ومراض في كلمة قوام مستقيم. بس هنا عايز المقصود بيها. المراض بيها. نقول له اساس او عماد. ان العلم افضل اساس. جامع الدنيا الدنا. با. الى ما يدعونا الشعر في البيت الاول. هنا بيدعو الاباء الى الاهتمام بتربية ابنائهم. والاهتمام بالعلم لان العلم افضل اساس لبناء الانسان. اتنين. ما اهمية العلم للفقراء والجهلاء? كما تفهم من البيت التاني والتالت. اهمية العلم للفقير بيقول ان العلم ما للمعدمين. يبقى هنا ان العلم هو ما للفقراء الذين لا يمتلكون في الدنيا متاعا. فبالعلم يحققون امالهم اذا خرجوا الى الدنيا بغير حطام. والانسان الجاهل في الحياة كأنه ساعا الى حرب. بيشبه الانسان الجاهل بالانسان المحارب بدون سيف. يبقى العلم للفقير هو السلاح اللي هيحقق به هدفه في الحياة هو اماله. جيم. وضح الجمال في قول الشاعر. العلم ما للمعدمين. ده تعبير جميل بيشبه العلم بالمال وبيدل على قيمة العلم واهميته في حياتنا. وكلمة مال وكلمة المعدمين بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. السؤال اللي بعد كده دال. كيف استطاع العلم ان يحدث التغيير في حياة الامم والشعوب؟ الاجابة ان العلم رفع هذه الامم لمكانة عظيمة. واستطاعوا بفضل العلم اختراع الطائرات. وبالعلم استطاعوا الغوص في اعماق البحار وشق الامواج باستخدام السفن واختراع اجهزة الارسال الصوتية والمرئية مثل الهاتف والراديو. وكل ما توصلنا اليه من مخترعات حديثة هو بفضل العلم. السؤال اللي بعد كده النحو احنا كده خلاص جاوبنا على الكراءة والنصوص. رابعا النحو نقرأ الكتعة كويس جدا. يا شباب العلم اسلوب ايه؟ نداء. وفين المنادة؟ شباب. ونوعه؟ شباب ايه؟ اليوم بعدها مضاف اليه يبقى نوعه مضاف. ان لوطنكم مصر واجبات عليكم. هنا عايزنا نعرف كلمة واجبات. ان دي حرف ناسخ. فين اسم ان لوطنكم مصر واجبات كان اصلها واجبات لوطنكم مصر. يعني واجبات دي اسم ان. واسم ان بيكون منصوب. يبقى اسم ان منصوب وعلامة نصبه? جامع المؤنس السالم بينصب ويجرب الكسرة. يبقى واجبات دي اسم ان منصوب وعلامة نصبه الكسرة. لانه جامع مؤنس سالم. فيجب ان تجتهده. نعرف تجتهده دي فعل. وفعل مضارع. وان بتنسب الفعل المضارع. ان لن كي حتى لم التعليل. يبقى تجتهده ده فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه. دي من الافعال الخامسة. يبقى منصوب وعلامة نصبه حذف النون. يبقى نقول له تجتهده ده فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. لانه فعل من الافعال الخامسة. تجتهد فيه تحصيل العلم النافع. العلم معرفة والنافع معرفة. وصفنا العلم بانه نافع يبقى النافع دناعة للعلم. تحصيل العلم. العلم دي مضاف الهي مجرور? يبقى النافع دناعة مجرور وعلامة جر الكسرة. والخلق الحميد. وترتقوا الى مكانة اعلى متقدمين الصفوف. كيف ترتقوا? متقدمين. يبقى متقدمين دي حال. وحال منصوب وعلامة نصب اليا. فنعمة الصفات اسلوب متح. فين الفاعل? نعمة. فين الفاعل? الصفات. فين المخصوص? نعمة الصفات ايه? الاجتهاد. يبقى نعمة الصفات الاجتهاد والاستقامة. كده احنا جاوبنا على الاعراب با الاستخراج. استخرج منادة وبين نوعه? هنقول له لمنادة كلمة شباب ونوعه مضاف. لان بعده مضاف اليه. رقم اتنين استخرج بدل. هلاقي وطنكم مصر. الاسم بعد اللقب او الوظيفة يبقى بدل. يبقى مصر هنا دي بدل. ونوعه كل من كل. رقم تلاتة. فعلا للماتح وعين فاعله. هقول له فعل الماتح نعمة. والفاعل الصفات. رقم اربعة في الاستخراج صفة ممنوعة من الصرف وبين السبب. عندنا الصفات اللي ممنوعة من الصرف في الصفة على وزن فعلان. او افعل او فعل. او فعل ومفعل. هنا هلاقي صفة اه? اعلى. صفة على وزن افعل. يبقى اقول له صفة ممنوعة من الصرف اقول له اعلى. وبين السبب لانها صفة على وزن افعل. السؤال اللي بعد كده رقم جيم. ضع مكان النقط فيما يلي ما هو مطلوب بين القوسين. واحد في جيم بيقول يا نقط انهضوا بوطنكم. عايز منادة شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف يعني لازم تكون بعده حاجة بتتمم المعنى. هقول يا شبابا للعلم. يبقى اجيب له منادة واخليه منون. وبعده حاجة بتتمم المعنى. او اجيب منادة ويكون بعده جره ومجرور. الفكرة ان ما يكونش بعده كلمة تنفع تكون مضاف اليه. يبقى لازم يكون بعده. الشبيه بالمضاف. لازم يكون بعده حاجة بتوضح المعنى. بس ما ينفعش نعرفها مضاف اليه. رقم اتنين بقس من تصاحبه. عايز مخصوص بالزم واضبطه. اقول بقس من تصاحبه الخائن مثلا. ولما اجي اعربه هقول الخائن بقس من تصاحبه الخائن او الكاذب لانها هتكون اعربها مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة. او خبر لمبتدأ محزوف وبرضه هيكون مرفوع بالضمة. يبقى اي كلمة احط على اخيرها ضمة. يبقى انا كده ضبطته. السؤال اللي بعد كده رقم داله ضع كلمة مبادئ. مجرورة في جملتين. مرة بالفتحة ومرة بالكسرة. هو عارف ان مبادئ ممنوعة من الصرف. امتى تكون مجرورة بالفتحة لو كانت ممنوعة من الصرف. وما فهاش الف ولام ولا بعدها مضاف اليه. احطها مرة من غير الف ولام تبقى مجرورة بالفتحة. واحط فيها الف ولام تبقى مجرورة بالكسرة. اقول اتصف بمبادئ جميلة. يبقى مجرورة بالفتحة. اول اتصف بالمبادئ الجميلة تبقى مجرورة بالكسرة. ها كيف تكشف في معجمك عن معنى كلمة استقامة الماضي منها قاما. المضارع يقوم يبقى الالف اصلها واوي يبقى في مادة القاف والواو والميم وبعد كده الخط والاملة وبكده برضو يبقى احنا جاوبنا على امتحان محافظة شمال سيناه. بتمنى لكم التوفيق في امتحاناتكم. لكم مني كل الحب والاحترام. شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.